السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديدة على قناتي وقناتكم سرع بيوتي كتمنى تكونوا على خير فيديو اليوم إن شاء الله غازي نهضر لكم على واحد المرهم اللي كانت تابره من أقوى المراهيم لعلاج آثار الحبوب آثار الجروح آثار الحروق الندبات الخدوش وكذلك البقعد داكنك يصفي الوجه من داكشة رفع البنات وبوحد تمن لي هو أرخيص جدا وكل من كيشت قناتي الأول مرة ويكون من العائلة دينات ويوتيوب نقول لكم مئات ألف مرحبا بكم وغادي تشرفوني مع لكم إلا تابنوا في القناة بالتغطى على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو ما تساوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم جديد إنفو نحتوه وأهم خطوة ما تبخروش عليها بلايك ديركم بالبرتاج الفيديو كذلك بالتعليق زوينا إذا الحبيب جالي غادي نبدأوا الفيديو دينا على بركة الله بالنسبة لمرهم اللي غادي نهضر لكم اليوم اسميته ماديكا سول كيتواجد فقط في الصيدليات وصراحة نقدروا نعتبروها أقوى مرهم لعلاج جميع الآثار بجميع أنواعها خصوصا هكا الآثار دي الحبوب كيف كان عارفو حناي البنات كيعقدنا هذا النوع هذا من اللي سي كانت خيس وأنا شخصيا ما خليت ما جربت جربت كريمات اللي هي معروفة وغالية في تمان وما أعطتنيش نتيجة مقارنة بنتيجة لعطاني هذا المرهم هذا ما كليقش فقط الآثار الحبوب وإنما كذلك حتى الآثار دي الجروح إلا كانت فينا هكا شجرحة وبرات وخلات لسي كانت خيس ديالها ممكن تتعملوا لهذا المرهم هذا كذلك أثر دي الحروق الندبات الخدوش والبقاعد داكنة كانين بزاف ديال ابنات كي ياخدوا هاد المرهم هذا من الصيدليات فقط باش يوحدوا اللون تلبشرة ديالهم يصفيوا لوجه ديالهم بالنسبة لتمان دياله رخيص بزاف كيدير فقط 24 درهم هو تمان رخيص مقارنة مع النتيجة والفعالية دياله هذا الصغير كيدير 24 درهم والكبير كيدير تقريبا 50 درهم ولكن أنا كنصحكم بتاخدوا غير صغير غاديوا في لكم بالغراد بالنسبة لحجم دياله فيه 10 جرام من اللي تجو هكا تستعملوه من الأفضل لأنكم تستعملوه على بشرة تكون نقية مغسولة استعملوه بشكل يومي يعني بشي بنو لكم أفضل نتائج في واحد الوقت اللي هو قسر وصراحة كتبا النتيجة دياله في واحد الوقت اللي هو قسر بزاف أنا شخصيا كتبا نديرو ما كتش كنديرو يوميا كتبا نديرو مرة في يومين مرة في أسبوع ونسيتو حتى الواحد نهار لاحظت بأنو دوكلي سكا تخيص ديال الحبوب ما بقوش كيبانو نهائيا صراحة هذا كنصحكم أنا كم جربوه وما غادش تندموه إلي استعملتو لأنو كيبكت لكم النتيجة دياله فعلا خيالية غير هو واحد الحاجة باش نكون صريحة معكم كي تستعمل الآثار اللي كتكون باقة جديدة يعني ماشي الآثار اللي هي قديمة وهو عموما أي كريم دياليسي كتخيص كي تستعمل الآثار اللي تكون جديدة لأنو الآثار كل ما قدعمت كل ما كتتعمق كتر وكتشد في البشرة كتر وكي صعب أننا نزولوها حاجة أخرى ما اللي تجو تستعملوه بعدو على المنطقة المحيطة بالعينين والعينها غزالة ديالية شاركت معكم بتجربتي معهد المرهام الرائع كنتمنى الفيديو تكون نالت الإعجاب ديالكم وتكونوا هكا استفدتوا معي قبل ما تخرجون ما تساوش دعموني بلايك ديالكم بالبرتاج للفيديو باش شعوم الفائدة وكذلك بتعليق زوينا كان بغيكم بزاعة تهلا وفريوسكم سلام عليكم